وعد زيارة الدولة التي تقوم بها الرئيس كاسترو أول زيارة لرئيس هندراسي إلى الصين وقال الرئيس الشي أن مبدأ صين واحدة هو الأساس لبناء العلاقات الدبلوماسية وتطوير الأسس الثنائية بين البلدين مؤكدا أن الصين تدعم هندراس في اتباع مصار تنمية مناسب لاحتياجاتها الوطنية وقال أنه يتعين على البلدين تطوير العلاقات الثنائية بشكل مشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق وأضف الرئيس الشي أن الصين مستعد للحفاظ بشكل مشترك على النظام الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية مع هندراس وتعزيز التعاون وحماية المصالح المشتركة للدول النامية والإنصاف والعدالة الدوليين وصلت الضوء على استعداد الصين للعمل مع دول أمريكا اللاتينية والكرايبي للتعزيز بناء منتدى الصين سيلاك وتعزيز التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية ومن جانبها قالت كاسترو أن هندراس تدعم مبدأ الصين واحدة وستلتزم به وقالت أن هندراس تعتقد أن تطوير علاقات التعاون مع الصين سيساعد البلاد على اكتساب المزيد من فرص التنمية مضيفة أن هندراس تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والبني التحتية والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الثقافية وعقب المحادثات وقع رئيس الدولتين عددا من وثائق التعاون الثنائي بشأن مبادرة الحزام والطريق وفحص الجودة والتجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم يذكر أن كاسترو تقوم بزيارة دولة للصين منذ يوم الجمعة وتأتي زيارتها بعد شهرين من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهندراس